هل نحن هنا أمام الاتفاق وقد تم الاتفاق وبدأنا نرى كل هذه التحركات؟ ولا أشك بأن نوع من التفاهم يتم بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة كما تعلم الولايات المتحدة الآن تجري مفاوضات في فيينا حول العودة إلى التفاهم النووي ويبدو بأن استعمال الضغوط العسكرية وغير العسكرية أمر مهم في هذه المناورات وجدنا مثلا أن إيران ترسل صواريخ وترسل الطائرة مسيرة على الأقل لقصف مواقع يتواجد فيها الجيش الأمريكي هذا أيضا نوع من الضغوط على الولايات المتحدة ولكن في جميع الأحوال هذه الضغوط قد تسمح في النهاية بالوصول إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حول العودة إلى هذا التفاهم النووي لا أشك بأن هذا نوع من الضغوط التي تستعمل ضد إيران